اشتركوا في القناة سنوات من العطاء الاجتماعي المشترك في تعزيز جهود التسامح والتعايش التي تزخر بها مملكة البحرين وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح جاءت هذه الندوة ندوة البحرين تسامح وتعايش برعاية مع السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب لتؤكد على منجزات مملكة البحرين الحضارية في مجال التعايش والتسامح فعالية الهامة هو اليوم العالمي للتسامح لتشارك مملكة البحرين كل شعوب العالم كل شعوب الأرض هذه المناسبة بالاحتفاء فيها وتذكير بأهمية عنصر التسامح في أي مجتمع في العالم ونحن في مملكة البحرين نفخر بأن البحرين تمثل نموذج للتسامح والتعايش مع الآخر وحققت إنجازات كبيرة في كثير من مراحل مفاصل تاريخ البحرين وقد عبر عنا جميعا وعن المجتمع البحريني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة عندما أنشأ مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأوضح أن هذا المركز هو مصدر قوة تجانس المجتمعات وتسامحها ومصدر فخرها الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للتسامح ومرور الذكرى 16 على هذه المناسبة أعتقد نحن في ميس النواب جهة داعمة لجهود الدولة ولجهود المجتمع في البحرين ولجهود أيضا مواصلات المجتمع حقوق الإنسان وبزارة خارجية والجهات المعنية الرسمية ومدنية للدعوة بشكل متزايد إلى التسامح والتعايش في البحرين وكجزء من مهمتنا ورسالتنا الإنسانية للعالم التي تفعل مملكة البحرين دورها فيها باتجاه مزيد من التسامح على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم وعلى مستوى مختلف الشعوب التعايش والتسامح في مملكة البحرين ينبع من مدى احترام البحرين ومنظوماتها التشريعية لحقوق الإنسان وما تنص عليه في القوانين والآليات الوطنية التي تحفظ حقوق المواطنين وتحث على التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع اليوم هو تقارير وضعت على الطاولات ونقاشات كبيرة وعلى المستوى اللي وصلت له في البحرين في قضيتين جدا ريستين الجانب الأولي هي قضية التسامح وكيف أن المجتمع البحريني بتعايشه رفع هذه الصورة وأصبح نموذج أهم المجتمع الدولي والأمر الثاني مستوى حقوق الإنسان اللي وصلت للبحرين ونحن نشوف الحريات الدينية على أعلى مستويات الكل عايش على الأرض البحرين بأمن وأمان انسجاما مع الرؤية الملكية اللي تؤمن بأن العنصر البشري هو أساس أي نهضة أو تقدم وجهوه وطنية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الأهلية والأفراد وذلك يأتي عبر سن مجموعة من التشريعات والقوانين اللي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك وعلى أسس ومبادئ المواطنة نحن طبعا في البرنامان العربي ننظر لتجربة البحرين في التسامح والتعايش بشكل جدا منتاز والبحرين أصبحت الآن نموذج في هذا المجال وطبعا نحن نشيد دعم جلالة الملك المفادة لتجربة البحرين ودعمها في موضوع التسامح والتعايش واصبحت الآن نموذج نتمنى أن تحظى بالدول العربية فعلا اصبحت الآن في دول تطلب تجربة البحرين والاستفادة منها في موضوع التسامح والتعايش البحرين وما تزخر به من تجارب ثرية في مجال التسامح والتعايش باتت أنموذجا فريدا في هذا المجال يلفت انتباه دول العالم والإقليم للاستفادة مما توصلت له المملكة من تقدم كبير وهام ساهمت فيه جميع المؤسسات الوطنية التعايش والتسامح في مملكة البحرين حكاية تعيش في وطن وتجربة زاخرة تحظى بدعم مستمر من قبل سيد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تميزت وتراكمت بها الخبرات حتى باتت نموذجا يحتذا به على مستوى المنطقة والعالم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين